لانه الحقيقة الوضع في الداخل لازم يبقى مؤمن اكتر من كده وانا عايز اكشف لحضراتكم النهاردة عن حاجة فيه بيان بيان طلعته مصر وزارة الخارجية المصرية ومحتاجين يبقى واضح قدام الناس فيه الاطار المعركة بتاعت ليبيا وتركيا والكلام ده وانا عايز اقول لحضراتكم انا بعد اكد كل يوم هناك خطر كبير ستواجهه مصر خلال فترة اللي جاي تركيا النهاردة الراجل المسؤول عن الاتصال السياسي في الرئاسة التركية طالع قالك ايه انا مش عارف اللي بتعمله مصر وروسيا والامارات في دعم خليفة حفتر وانه هما مش عاوزيننا ندعم السرق اللي هو انت ايه اللي بتعمله بتعمله تركيا واللي طالع عن الرئاسة التركية النهاردة طبقا للاخبار المنشورة فاكتر من مكان بتمارس تركيا نوع من التضليل على العالم كله اللي هو انت ايه انت بتدعم كمصر والامارات ودول اخرى والتحاد الاوروبي والامريكان بيدعمه مش خليفة حفتر بيدعمه الجيش الوطني الليبي اللي هو مهمته الاساسية انه يحافظ على الدولة الوطنية الليبية نقولولك انه فايز السرق ده راجل غير شرعي وعايز اقول انه مثلا فيه ناس يقولك طب ليه مصر ما اعلنتش ليه مصر ما اعلنتش سحب اعترفها بحكومة السرق انا اعتقد انه مصر النهاردة اعلنت عبر البيان اللي على صفحة وزارة الخارجية صفحة رسمية وزارة الخارجية اعتقد واذا كان هذا الاعتقاد مش دقيق وزارة الخارجية صلح لنا اهو قدام حضراتكم الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية تمام خلينا في الفقرة التالتة وفي تصريح للمستشار احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ذكر ان وزيري الخارجية تبادل الرؤى هو كان بتكلم مع وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الروسي تبادل الرؤى حول اخر مستجدات قضايا المنطقة وفي مقدمتها الشأن الليبي لا سيما في ظل توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج تمام هتقول لي ايه ده يعني انت هتهزر هقولك لأ البيان بتاع وزارة الخارجية اللي طالع على الصفحة الرسمية بتاع وزارة الخارجية المصرية قال فايز السراج دون لقب دون لقب يعني هو فايز السراج ده لقبه رئيس المجلس او المجلس الرئاسي ليه حكومة الوفاق الليبي ده اللقب بتاعه فلما يطلع بيان من الخارجية المصرية يقول ان مذكرات التفاهم تمت بين الحكومة التركية وفايز السراج فقط فهنا اعتراف او اعلان من مصر بانها تسحب الثقة من حكومة فايز السراج كويس فمعليش يعني في الخارجية اذا كان فهمي لهذا الموضوع مش دقيق قولنا لكن البيان الرسمي اللي طالة واعتقد ان وزارة الخارجية المصرية عندها من الخبرة والحين كاني مش هتنسى تقول اللقب لو هي عايزة تقوله فكون هذا البيان بهذا الشكل فكأن اليوم مصر تعلن رسميا سحب اعترافها بحكومة فايز السراج وده امر مهم جدا انا عايز حضراتكو يا جماعة والله تهتموا جدا بالمسألة متابعة المعركة دي لان الجهود المصرين كلها لازم تتدافر ليه مساندة الدولة المصرية هنا ومساندة ليبيا لانه الخطر مش في ليبيا بس احنا لدواعي الوقت لانه المدون الاماراتي العربي المصري على فكرة انا بيحلو ليه ان انا دايما اصف ابراهيم بهزاد بانه مصري اكتر من كتير من المصريين لترتيبات الوقت احنا هنلتقي به الان يعني هنعمل حوارنا معاه الان وبعدين بعد ما ننتهي من حوارنا معاه هكمل كلامي انا مع حضراتكم لانه عندنا بعض الافكار برضو عايزين نترحى ثم يكون الفقرة الاخيرة مع الدكتور هاني الناظر والدكتور مصطفى زمزم لإعلان مبادرة مهمة جدا للذين يعانون من الامراض الجلدية النادرة وخلينا هم ليقولوا المبادرة ايه ان شاء الله لانهما بيعلونوها الاول مرة معنا هنا في تسعين ديه خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل اعود لي حضراتكم بهذا المواطن الذي تشعر بالفعل انه اكثر مصرية من كثير من المصريين هذا الرجل الذي جعل من نفسه سفيرا لمصر دون ان يطلب منه احد ذلك بيعمل كده ليه وبتصرف كده ليه وشايف مصر ازاي وبيقول عن مصر ايه خلينا نسمع لانه فيه ناس كتير جدا محتاجين يعرفوا قيمة بلدهم دي ويعرفوا انهم لازم يحافظوا على هذه البلد ابراهيم بهزاد فيه تسعين دقيقة بعد الفاصل اشتركوا في القناة